الكارت الاولى كارت مذهلة عزيزي انت انت انساء مدنسوش انها قراءة للذكور والاناث لذلك لا تبال عندما اقول انت جميلة او انت عزيزي حبيبي حبيبتي هي قراءة للرجال والنساء للذكور والاناث انت عزيزي برج انت شخص محبوب شخص ودود شخص ذكي ومتواضع مثقف حكيم لكن متواضع متواضع جدا لديك ذكاء عاطفي يعني وعيك عالي انت انسان واعي هذا الذكاء العاطفي يجعلك ترقى وتسمو كل يوم ترقى وتسمو كل يوم الله انا اقول ترقى وتسمو هذه الكارت الروحانية تسمو وترقى كل يوم كل يوم انت في نرج مستمر انت عزيزي او انت عزيزتي شجرة مثمرة ثمارها ذهبية ثمارها طيبة انت شجرة دائمة خضرة جميلة روح جميلة نقاء صفاء طاهرة انت خلق جميل فكيف لن يحبك هذا الحبيب كيف لن يحبك من حولك لذلك الكثير من الشكر الكثير من الثناء انت اراك تعتمد على الله يعني سبحان الله القراءة دي الحمل كانت يعني فيها طاقات روحانية روحية عالية بزر وهذا هاتي سبحان الله لان اعتقد اننا كل البشرية عدنا عدنا اولا الى داخلنا وماذا بداخلنا الرحمة الاله يا الله نحن دائما نقول الله في القلوب وعدنا لقلوبنا لارواحنا لجوهرنا الحقيقي عدنا يعني اللجوء لله اعتقد اننا كلنا وعلى الاقل معظم البشرية لجأت الى الله كلنا في هذه الوضعية العالمية التي نعيشها كلنا في بيوتنا اذا انت تعتمد على الله لانه منبع السلام تعتمد على الكون لانه الكون هي الطاقة الربانية من خلق هذا الكون الله وفي اطار اخر اراك شخص ذات معرفة واسعة انت تحترم كل الناس تحترم كل المعتقدات لديك تفكيرك الخاص نعم انت تفكر ان لا شيء عبثي في هذه الحياة انت لا تتأثر فقط بما حولك بل تسافر في عمق الروح والتفكير تحاول ان تفهم ما يحدث في هذا العالم لكن بطريقة بفلسفة روحية روحانية عميقة جميلة بزاق لا تصدق لا تصل الى جواب مقنع لانك انت في بحث روحي بحث عميق ليس هناك بالنسبة لك ليس هناك حقيقة مطلقة يعني انت في بحث روحاني عميق راك فيه خلي وننحط هذه الرسائل الملائكية الجميلة السحر السماوي الإلهام طبعا هذه كلها طبقة هذه رسائل سماوية الإلهام السماوي والصداقة ربما انت في صداق يعني لديك رابط أو تواصل أو رابط صداقة مع الكون مع الله يعني هناك يعني سلاسة هناك رابط جميل جدا بينك وبين الخالق بين الرحمن وده بغد انهضر على الحبيب لأنها هي قراءة طاقية وكذلك عاطفية لكن اتركني لأني أنا أبحث في أعماقكم وأرى أشياء جميلة اتركني أتكلم أرجوكم وسنتكلم عن الحبيب قلت أنك أنت تسعى للنمو والنضج الداخلي لديك آراء مختلفة أنت تهرب من البرمجة العقلية وهالتنويم المغناطيسي الذي نعيشه جميعا يعني تعرفون واجتماعيا ولهذا المؤسسات مهم لا أريد أن أدخل في هذه المواضيع المهم ربما أنت إذا كنت رجل فأنت ربما لا تحب قرة القدم أنا وعيك عالي إذا كنت امرأة لا تحبين التلفزوة والمسلسلات وهذه السذاجة بالنسبة للرجال يعني بالنسبة للرجال لمن لا يحب قرة القدم هي بالنسبة لك معارك يعني بحل قدم الرومان يعني المصارعين عند قدم الرومان يعني بحل بحل قرة القدم بالنسبة لك هي نفس شيء يعني منافسة وعنف وسلجة بالنسبة لمن لا يحب قرة القدم وبالنسبة للنساء إذا كنت لا تحبين المسلسلات ولا الأخبار أنت ذاكية أنت لا تفعلين ما تفعله الأخريات والذكور لا يتفعلون ما يفعله الآخرون يعني لديكم تفكيركم وزيت اندبندون يعني مفكرون مستقلون وفي نفس الوقت عمق روحي جميل جدا أنتم مميزون أنت مميز أنت ناضج روحيا بالنسبة للحبيب بالنسبة للحبيب أنت نور الشمس أنت التوازن والمثالية بالنسبة لهذا الحبيب الذي تسأل عنه أنت تعيش حياتك بحكمة سماوية بالغة لكن أنت الأمل بفضل ذلك أنت الأمل والفرح بالنسبة لهذا الحبيب هو معجب بهذه الطاقة الغاربة الغامضة المقدسة لأنك نادر لأنك نادر تؤمنين بقوانين مختلفة ليست من هذا العالم الله ما أجملها ما أجملها من كارتات جميلة بسر جميلة هذا الحبيب لا يعرف السيطرة على المشاعر أحتاج لي المزيد أحتاج لي المزيد لكي أرى ماذا يحدث لهذا الحبيب ولكي أرى طاقة هذا الحبيب هذا الحبيب يشتاق إليك شوف هذا الحبيب الناري قد يكون برجه ناري أسد حمل وقوس هذا الحبيب متمسك بك لدرجة الجنون هذا الحبيب متمسك بك لا يريد أن تفلت من يده أبدا 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 وهو ينتظر ينتظر العودة الله شوفوا العودة هناك عودة سريعة هذا الحبيب ينتظر لكي يعود ينتظر أن يراك من جديد هناك لقاء الله يا له من لقاء جميل يا له من لقاء جميل شوفوا يا له من لقاء جميل هذا الحبيب قد يكون كذلك هوائي برجه ميزان دلو وجوزاء وقد يكون كذلك نعم المهم المهيمنة هي النارية والهوائية هنا أرى لقاء جميل لقاء من جهة ناري نعم ومن جهة أخرى عاطف جدا لقاء جميل تفهمون هذا الحبيب لكن الآن طاقت هذا الحبيب حسب ما رأيته في هذه الكرطة الأولى هذه تتكلم عن المستقبل والنهاية هذا الحبيب الآن يشعر بالنقص وكذلك يشعر بأنك صعبة المنال لأنك تعرفين قيمتك وهذا الحبيب حسب الكرطة الأولى هي كرطة المغرم الحبيب العاشق العاشق المجنون وكرت المجنون كذلك ظهرت لي يعني العاشق المجنون هذا ينتظر فرصة ليعودة ويحظنك في أحضانه تفهمون ينتظر الفرصة لكي يفعل هذه الأشياء هذا يحبك أنت لأن روحه تائهة مبعثرة بدونك يعني حسب يعني كرطة المجنون يعني طاقته هو أنه تائه ضائع بدونك مغرم أنت بالنسبة لهذا الحبيب جوهرة نادرة أراه طبعا كيف لا وبعد ما قلته في البداية أنك مميزة ومختلفون أنتم مختلفون هذا الحبيب أراه يطاردك شوف هذا الفرص الذي لا يتوقف حتى يحصل على ما يريده وهو أنت لكن أنت ربما تضعين له حدود أو شيء من هذا القبيل أراك أنت يعني إمرأة جدة مسؤولة لكن هذا الحبيب يحبك كما تحبه هذا حب متبادل هذا الحبيب يطاردك وربما أنت تهرب وأنت تهربين لا أدري ما هي الأسباب ولا أريد أن أركز في الأسباب والمشاكل والعوائق لكن الحب يسيطر على هذا الحبيب بطريقة قوية بالزرق وهذه المرحلة جعلته ضعيفا جدا لأنه يريد أن تضحك معه من جديد أن تبتسم له من جديد أن تثق في حبه وأن تهتم به هذا ما يتمنى هذا الحبيب يشعر أنه محاط بالأشواك في المكان الذي يعيش فيه وبجانبك الحيات كالحرير كالقطن رغم العوائق إذا كانت هناك عوائق فأنت أول وآخر حب في حياته لذلك هذا الحب أراه لا يستسلم لا يستسلم أبدا لأن الحب أقوى ويتمنى حياة هذه الكرت كذلك تتكلم عن الزواج يعني الاجتماع الحبيبين القدر يخبئ لكم تجارب كثيرة هذا الحبيب سيتصرف بنضج ومسؤولية لأنك تحب الوضوح أنت يعني والجدية كما قلت أنت أنت امرأة جادة وهذا الحبيب سيتغير بفضلك أنت بفضل حكمتك وذكائك وبفضل هذه الطاقة السامية وسيأتي إليك كالمجنون شوفوا قراءة جميلة بزر أريد أن نقرأ لكم رسالة أخرى السلام لا يهم أين أنت أو أين تكون أو ما تفعله السلام الداخلي ممكن يعني دائما ممكن يعني دائما موجود بداخلك كل ما تحتاج إليه هو الوعي يعني أن ترفع وعيك وأن تفكر أن الحب والسلام سيأتيان الله على رسالة وهذا صحيح سيأتيان طبعا سيأتيان وهذا ما قلنا شوفوا العربة وهي الحركة وهذه كذلك تتكلم عن السرعة عن الفارس الذي لن يتوقف حتى يصل إلى هدفه كانت رسالة جميلة وقراءة جميلة لكن أتمنى لكم الخير الصحة والسعادة والكثير من السلام الكثير من السلام كان بغيكم بزف أحبكم كثيرا شكرا وإلى اللقاء بسلامة شكرا